تحت شعار دور النقابات الأمالية في الفترة الانتقالية من عجل العودة إلى النظام الدستوري احتفلت الخلايا النقابية المنضوية تحت مظلة اتحاد نقابات جادة باليوم الدولي للأمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام وأن شعار هذا العام 2023 جاء تماشياً مع أهداف المرحلة الثانية للفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد هذا وأقب كلمة الترحيب قدم رئيس اتهاد نقابات جادة باركا ميشيل خطاباً ذكر فيه الهضور بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابات لذيما المثاق الاجتماعي وغير ذلك من المبادرات التي ترمي إلى البحث ينصبل الكفيلة لتحسين الظروف المعيشية للأمال كما قدم العامين العام لاتحاد نقابات جادة توصيات للحكومة بضرورة تفئيل الاتفاقيات والمؤهدات الدولية وفق سياسة المنظمة الدولية للعمل وخاصة تلك المتعلقة بتطبيق قوانين وتشريعات الأمل وكذا العمل وفق المصوص القانونية المنظمة للعمل بجادة من جهته وزير الوزيفة العامة والحوار الاجتماعي أبدالله بدوبامي الذي مسل رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو بهذه المناسبة أشار في حديثه إلى الجهود التي بزلتها حكومة الفترة الانتقالية لأسيما مواصلة الحوار مع النقابات الأمالية والتي بدورها سمحت بتهديئة الأوضاع الاجتماعية وتعزيز السلام الاجتماعي بالبلاد نؤكدا بأن الحكومة ستعمل ما بوسئها لتنفيذ بنود الملثاق الاجتماعي وكذا الرد على متطلبات الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للأمال وفي سياق متصل لشهدة المناسبة عرض لمختلف المؤسسات الإدارية والاقتصادية والتجارية بالقطاعين العام والخاصة بالساحة الكبرى لقصر استقافة والفنون الخامس عشر من يناير سابقا وسط أجواء احتفالية مليئة بالبهجة والسرور احتفاءا بإيد الأمال دورة العام ٢٠٢٣ وعشرين